موسيقى موسيقى معبر القرقارات الحدودي الهدوء يسكن المكان من جديد بعد تدخل ناجح للقوات المسلحة الملكية وردود فعل دولية تؤيد حق المملكة في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة ترابها دولياً وبعد إصابته في أبريل الماضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدخل الحجر الصحية من جديد عقب مخالطته لمصاب بفيروس كورونا المستجد وتتابعون في الرياضة جواد زياد يقرر إنهاء ولايته الحالية بصفته رئيساً لنادي الرجاء الرياضي نشرة الأخبار نقدمها من كفان كاتفي بتنجى أهلاً بكم عاد الهدوء ليسكن معبر القرقرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا عقب تدخل ناجح للقوات المسلحة الملكية بأمر من الملك محمد السادس في ظل تراجع لمليشية جبهة البوليزان حول هذا التحرك الأمني الذي جاء في احترام تام لشرعية الدولية يحدثنا الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق السعيد نستنع قرار المغرب التحرك من أجل وضع حد للاسترزازات المستمرة وغير المقبولة والممنهجة لمليشيات الكيان الوهمي البوليزاريو هو قرار يستند إلى المنظومة القانونية والشرعية الدولية القرار يحترم بشكل دقيق وكامل السلطات المخولة للمغرب لتأمين حركية النقل والتجارة وضمان حق المواطنين في التنقل السليم والآمن سواء المدني أو التجاري وهو أيضا تجسيد حازم وصارم لسيانة المغرب للأمن والاستقرار بالصحراء المغربية وهو أمر مشهود له به دوليا وقاريا وكذا القطع مع كل ما يهدد استقرارها أو المحاولات المتكررة في تغيير الوضع بالمنطقة المغرب التزم بالحكمة والثريوت منذ سنة 2016 التي شهدت مواصلة البوليزاريو لتحركاتها الخطيرة وغير المقبولة بالمنطقة في انتهاك واضح ومتعمد لمقتضيات القانون الدولي والاتفاقية العسكرية ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة وفي خرق واضح لقرارة المجلس الأمن التي ذعت بشكل مستمر البوليزاريو إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والأمن قرار المغرب التحرك الحاسم والجاد من أجل إقامة حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد جاء في السياق مصار طويل متعدد من التنبيهات التي قدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولي الأمميين وحرصه الدقيق على اطلاعهم بانتظام على جميع التطورات الخطيرة بالإضافة إلى طلبه من أعضاء مجلس الأمن والمينورسو وكذا عدة دول جارى أن يكونوا شهودا على هذه التحركات وبذلك يكون المغرب قد منح الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولببعثة المينورسو من أجل حمل البوليزاريو على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وعلى مغادرة المنطقة العازلة للقرقارات إقامة الحزام الأمني بالقرقارات لوضع حد لقطاع الطرق والعصابات المجسوسة من طرف ميليشيات البوليزاريو سيمكن من تعزيز الخط الأمني والتجاري بمنطقة العبور المغربية نحو موريسانيا كما أنه سيعزز سير النقل وتدفق السلع والأفراد بشكل يضمن الأمن وحركية التنقل الطبيعية في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا في مجال الحق في التنقل وجدير بالذكر أن الصحراء المغربية تشهد دينامية تنموية مستمطة قدم هندستها جلالة الملك محمد السادس عنوانها البناء والنماء مكنت الأقاليم الجنوبية على غرار بقي أقاليم المملكة من سلسلة من الأوراش التنموية المستدامة سواء متعلقة بتطوير وعصرانة البنية التحتية من ضرق ومطارات ومرافق عمومية خدماتية وكذا جلبي الاستثمارات في مختلف المجالات ومنه تعرف الأقاليم الجنوبية تعددا في الأوراش الاقتصادية والمجالية وبالتالي فالأقاليم الجنوبية باتت تعرف وثيرة مستمرة من المشاريع التنموية تعززت منذ إطلاق جلالة الملك للنموذج التنموي الجديد في 2015 بتكلفة مالية تبلغ 77 مليار درهم أي ما يساهم في تحقيق حوالي 695 مشروعا ومنذ تحرك القوات المسلحة الملكية لتأمين تدفق البضائع والأشخاص في المنطقة العازلة للقرقارات بعد حالة العرقلة تتوالى ردود الفعل الدولية تضامنا مع المملكة المغربية ومع حقها في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة ترابها تقرير ثري الحسان دعم دولي واسع وغير مشروط ذاك الذي حضي به القرار المغربي باتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الجرقرات الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة الحفاظ على هذه الحرية وعبر عن موقفه على لساني ممثله الثامي لشؤون الخارجية وسياسة الأمنية جوسيب بوريل وطالب بشكل خاص بالحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الجرقرات وأثرها المهم على مشموع المنطقة المغاربية والساحل المنطقة التي تكتسي أهمية استراتيجية اتحاد جزر القمر بدوره عبر عن دعمه الكامل للمملكة المغربية في معركتها المشروعة ونوه بتدخل البطولي للقوات المسلحة الملكية التي واجهت عرقلة حركة الأشخاص المدنيين والبضائع على مستوى المركز الحدودي الجرقرات من قبل عناصر البوليساريو تدخل أكد تركيا عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهميته لفتح المعبر أمام حركة السلع والأفراد داعمة الجهود الرمية لإجاد حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية إفريقيا دعمت كل من جمهورية إفريقيا الوسطى والقابون الخطوات التي اتخذها المغرب لحماية المنطقة العازلة الجرقرات مناددين بالعمليات التي تقود نزاهة العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ولكل خرق لمضامين اتفاق إطلاق النار ما يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة مصر من جانبها دعت للامتناع عن أي أعمال استفزازية وأي أعمال من شأنها الإدرار بالمصالح الاقتصادية وتبادل تجاري في منطقة الجرقرات مؤكدة على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولسيما مبدأ سيادة الدول وعلى سعيد آخر أدانت الحكومة الإسبانية بشكل قاطع أعمال التخريب التي ارتكبها أمس بيضيقة جبهة البوليزاريو أمام القنصلية العامة المغربية في فالينسيا وقالت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية في بيان إن إسبانيا تدين بشكل قاطع الأعمال التي ارتكبها الأحد بعض المشاركين في تجمع أمام القنصلية العامة للمغرب في فالينسيا وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن هؤلاء الأشخاص الذين أصبهم السعار اقتحموا مبنى القنصلية في محاولة لوضع عالم ما يسمى بالجمهورية الصحراوية مشكل انتهاكا لحرمة وسلامة وأمن مقر القنصلية وأكدت الخارجية الإسبانية أنه لا يمكن لأي مظاهرة تنظم في إطار الحق في التجمع أن تتحول إلى أعمال غير قانونية مثل المحاولة التي جرت والتي تشكل انتهاكا سارخا للتشريعات والقوانين المعتمدة وأضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن الحكومة تعمل على المزيد من توضيح الحقائق وستواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها إلى خبر آخر حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4,966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاثة ألاف وستمائة وتسعين حالة شفاء واثنتين وثمانين حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مائتين وثلاثة وتسعين ألف ومائة وسبعين وسبعين حالة ومجموعة حالات الشفاء التام إلى مائتين وثمانية وثلاثين ألف وخمسمائة وثمانين وتسعين حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أربعة ألاف وسبعمائة وتسعين وسبعين حالة دولياً أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أمسي دخول رئيس الوزراء بوريس جونسون في حجر صحي إلزامي بعد لقائه مع نائب برلماني تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد وأشرت الرئاسة في بيان صحفي إلى أن قرار الحجر جاء بناء على توصية من خدمة الاختبار والتتبع التابعة لوزارة الصحة والتي أكدت إصابة النائب لأندرسون بالعدوى وكان ضمن من يلتقى بهم رئيس الوزراء في اجتماع دمى خمسا وثلاثين دقيقة وأكدت أن جونسون بخير ولم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بالفيروس مضيفة أنه سيواصل القيام بمهامه وصلاحياته من الحجر وكان رئيس الوزراء البريطاني أصيب بالفيروس في أبريل الماضي وقضى أياماً عدة في المستشفى بعد أن تدهورت صحته حتى أدخل العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام دولياً دائماً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع قريباً مواصفها بالقضايا القضائية الكبرى لإظهار عدم دستورية الانتخابات في حين ألغت حملته الجزء الأكبر من دعاوة طعن في نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا والتي رجحت كفة المرشح الديمقراطي جو بايدن للفوز بالانتخابات وقال محمي الرئيس الأمريكي إن لدى حملة ترامب أدلة ستقلب النتيجة في ولاية ميشيغن وولايات متأرجحة أخرى وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على التويتر إنه فاز في الانتخابات إلا أن التويتر وضع تعليقاً على التغريدة قال فيها إن المصادر الرسمية تتحدث عن الانتخابات بشكل مختلف نختم بالرياضة حيث أعلن نادي رجاء الرياضي أن رئيسه جواد زياد قرر إنهاء ولايته الحالية بصفته رئيساً للنادي وأوضح بلاغ للمكتب المديري للرجاء نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عقب اجتماع عن بعد عقد مساء أمس أن الزياد سيغادر رئاسة النادي رسمياً بعد انعقاد الجمع العام القادم الذي سيخصص الانتخاب رئيساً جديد وأبرز البيان والإنجازات التي حققها الرجاء في عهد الزياد حيث فاز الفريق في عهده بعدة ألقاب منها لقب الدولي المغربي في الموسم الماضي وكأس الكونفدرالية الأفريقية في العام 18-2000 كما بلغ النادي نصف نهائي دول أبطال إفريقيا في الموسم الماضي والدول ذاته في البطولة العربية التي ما زال رجاء ينافس على لقبها مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة للمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكترونيك كفنكات.tv شكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة